سيدنا محمد وعلى قرية سيدنا محمد واسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله 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 يا يا هلا ايه الله والله أكبر الله أكبر ولله للحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يا فإلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بطعة وأصيلة لا إله وإلا الله ولا نعمل إلا إياه مخلصين لأدين ولو كرنا الكافران لا إله وإلا الله وعده ونقاد ونصر منه وأعز جنه وأزع الأعزاب لا إله وإلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصار سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله وإلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبعان الله بكرة وأصيلا لا إله الله وعده صلم وعده ونصر عبده وعزدنه وعزم الأعزاب وحده لا إله 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 الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر وعلى أصحاب سيدنا محمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مغرسين لأدين ولو كره الكافران لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعزة النعو وأزم الأعزام وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وعلى الله الحمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريك سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله سبحان الله بكرة وعصينا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين لو أدنا ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنه وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أخهاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله للحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين على الدين ولوكرنا الكافرون لا إله أمصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى قرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله للعمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله للحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مجركا وأصيلا لا إلا الله ولا نعمل إلا أيام مطلسين لهم ولو كاننا الكفرون لا إلا الله وأعلمه وصدق وعلمه ونصر أبنه وأعسدنه وأزم الأعزاب وعلى ذريك لسيدنا محمد وعلم جسلنا كثيرا السلام عليكم لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى وما يخفى ونيسرك لليصرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر حالك اللهم أمين وشاء وغفر ورحمة واتحر ورحمة ورحمة الله استغفر الله الله أكبر وغفر ورحمة 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 وبركة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة 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 وبركاته الله أكبر 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 ما أورق عود وأثمر الله أكبر ما ظهر نجم في السماء وأزهر الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تهللت وجوم الصائمين فرحا بهذا اليوم المنير الله أكبر ما أسرعوا إلى طاعة الله وأخرجوا من فضل أموالهم فطرة على اليتيم والفقير الله أكبر ما خرجوا لصلاة العيد رافعين أصواتهم بالتحميد والتهليل والتكبير الله أكبر ما تجنبوا البدع واتبعوا شريعة سيد البشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صلى الصائمون العيد متذكرين باجتماعهم حول المحشر الله أكبر ما ارتقى إمامهم فوق المنبر ووعظ وذكر وهلل وكبر الله أكبر ما جلسوا مسغين لسماع الخطبة كمن هو للحساب محضر الله أكبر ما تجل الله عليهم بمواهب الإحسان والإكرام فنالوا الحظ الأوفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى ونبذوا أفعال العصاة المفسدين الله أكبر ما أخذت مسلمون الغيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل وقت وحين الله أكبر ما تصافح المسلمون وتصالحوا على فعل الخير وتركوا خصال المعاندين الله أكبر ما تذكر الموت وعملوا ما ينفعهم في يوم المحشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الأبدي الأبد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجبروت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله المتجلى برحمته على عباده القريب من أهل محبته ووداده قامع من هام في ميدان عتوه وعناده غافر الذنب لمن تاب من ذنبه واستغفر أحمده وأشكره على نعم تجل عن العد والحسبان وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله كثير الخير داعم الإحسان وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صاحب الآيات المعجزات والبرهان اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه عدد ما كان وما يكون أما بعده فيا عباد الله además من ذلك أيها المسلمون أيها المسلمون يندوگوا وإسلام أتونامودكوye variosم وصحبه�� على kwa vitendo na kwa maneno kwa sababi ya kutupa nema kupwa na iliobora ya kutujaalia kua wa islam na zaidi katika kutuafikisha kudiriki mwezi huu mtukufu wa ramadhan pamoja na kuambatanisha ibada tofautiza suna na fardu alhamdulillahi robbil alamin leo tumukatika idietu hii ya halali Iliosheheni furaha mapenzi na bashasha ndani yake Tunamuomba mula wetu mtukufu wa tutakabaliye fungazetu Visomo vietu na kila inaibada tulizo zitenda kwa ajili yake Ni ukweli usiopingika tumetoka ndani ya chuo Kilichotulea na kutufunza mambo mengi na chungu ya yalio kuwa mema na mazuri Tumetoka ndani ya chuo chamwezi mtukufu wa ramadhani Hali yakuwa nyoyo zetu zipo safi na sura zetu zimejaa nuru ya uislamu na haiba yake Wajibu uju yetu tuendele kudumu na istikama Juyakushkamana nadini kama tulivyokuwa katika mwezi mtukufu wa ramadhani Kuwani kumalizika kwa mwezi mtukufu wa ramadhani sio mwisho waibada Mwenyezi mgu suhana huwa taala yupohai daewamu Siku zote na ametuhumba ili tu tumuabudu katika maisha yetu yote Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Naam Kudumu kwetu katika istikama na kuwa thabit Juyadini katika maisha yetu njimbo la wajib Kama alifetuambia mwala wetu mtukufu katika kurani Aya ya miambili na nane surat bakra Alipo sema ya ayuwa lathina amanu dhkulu fi silmi kafa Wala tatabihu kutuwati shetan Innahu lakuma aduhu mubini Enyi mliwamini Ingieni katika wislamu kwa ukamilifu Wala msifuate nyayo za shetani Hakika yeye kwenu ni aduhu ya liye wawazi Wanamtume sallallahu alayhi wa sallam Katika hadithi liyo simuliwa na sayidati na aisha radya allahu anha Na imepokewa na imam muslim rahimahullah Kazidi kututilia hima Kwa kutuambia maneno haya ya fuatayo Khairul aamali ilallahi aduamuha wa inkal Bora ya amali ni zile ibada Zenye kudumishwa Na ijapo ibada hizo ni chachemno Ni ukweli usiopungika Wajawema watakaufuzu na kupata rathi za mula mlezi Niwaletu watakawdumu katika Taana kumti mwenye zimku subhana wa ta'ala nam tumewake Haya metueleza mula mtukufu katika suratil ahkaaf Ayakum natatu na kumnane Alipo sema Inna alladhina kalu rabbuna allahu thumma istakamu Tatanazzalu alayhimu almalaiikatu anla takhafu wala tahzanu Wa abshiru biljannati lati kuntum tuwadun Nahnu awliyaukum filhayati dunia walakhira Walakum fiha matashtahi anfusukum Walakum fiha mataddaun Hila akhiril ayat Hakika Wale waliyosema Kwa thati kabisa Mula wetu mlezi ni mwenye zimku subhana wa ta'ala Kisha wakatengenea Basi hawatokuwa na kofu Na wala hawatauzunika Haondio watu wa peponi Watadumu humo Kuwa ni malipo Kwa yale waliyokuwa wakiatenda Imepokewa mara nyingi sana Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam Mekua kisema Shayabat ni suratuhud Hii suratuhud Inanifanya Ni otemvi haraka Na aya hasa liyo ikusudia katika suratuhud Ni aya ya miena kumnambili Ambayo inamuamrisha Ntume sallallahu alayhi wa sallam Awe na msimamo Athibiti na awe na istikama Juyapushkamana nadini Hii Siku vangu ompia pekiyaki Hii Sikula vizuri Vya minala ali Hii Sikupanda gari nzuri pekiyaki Hii Sio sababu ya mja waki islam Kumrudisha nyuma katika maasri Hii Sio ufunguo Wakumhalalakia mja waki islam Kufanya maasi Na kila ya liyo ya haram Hii Siku muogo Hii ni kumuogopa Na kumkofu mola mtukufu Ili kufuzu siku ya kiyama Hii di ya hakika Na enye furaha nyoyoni Ni mja kudumu katikataa Kwa ajili ya kufuwa taamri Zamola mtukufu Na mtume wake muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Katika harakati zake zote Ndugu wa islam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Tumefikwa Na mporomoko mkubwa Wa ukosefu wa maadili na akhlaki Njema Katika jamii zetu hivi sasa Uislamu ni dini ambayo imefungamana Muamala wake na jamii katika maisha ya siku zote Ndia waki islamu Onopokuwa mkosefu wa maadili na mtovu wa adabu Basi ajitambuwe kuwa Yuko mbali sana na dini yetu ya kislamu Banamtume muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ali ya thiri jamii yake kwa mwenendo wa akhlaki njema Katika uhai wake wote Hajapatapo kumdhulumu mtu Yoyote haki yake Hajapatapo kumuita mtu yoyote Jina baya silolipenda Hajapatapo kumdogewesha mtu yoyote iwe Kwa kimochake au kabila yake Hajapatapo kumbagua mtu yoyote Kwa jinsia aliyokuwa nayo Au kwa pahala alipozaliwa Au kwa rangi aliyonayo Awe mweusi au mweupe Na marakatha kituambia Kullukum min adam Wa adam min turam Nyote njini mnatokana na babayenu adam Alaihi salam Na adam ameungwa kutokana na udongo Ni aibu na fedheha kubwa Kumuona mja waki islamu Wana jiona bora juu ya wenzake Iwe kwa rangi aliyonayo Au kwa nasaba yake ya kuzaliwa Au kwa pahala alipozaliwa Au kwa kipatu alichonacho Au elimu aliyonayo Mtu yoyote mwenye Atari na fikra na mnahi Zaki jahil Uislamu hamu hitaji Na hatambue Yupo mbali na dini yetu Kwa madili Na mafunzo Tuliopokea kwa mwenye zimgu mtukufu Kupitia Kwa mtume wake Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Mola wetu mtukufu Wa memsifu sana mtume wake Kwa kumambia Wa inna kalaala Kulukin azim Hakika wewe Muhammad Unatabia tukufu kabisa Leo koma sikitiko makubwa Wengi wetu sisi wa islamu Wakileo Tumekosa tabia njema Za kutambulisha Na kutangaza Uislamu wetu Vizuri katika jaminye Tumenginezo zisizo za kislamu Kama tunaveona huko duniani Makundi mbali mbali Ya kiharakati Na enye siyasakali Tumekosa nshima Za kuwastahi wakubwa wetu Wanavioni wetu Walimuzetu Na hata wazazi wetu Ukiangalia jamii yetu ya kislamu Mevurugika sana Na imewapelekea Wasiojua uislamu Na waislamu wenyewe Waone kuwa ni dini ya vurugu Dini ya kuwa watu pasipunakosa Dini isiojali maisha wengine Na kumbelea si hivyo kabisa Tumekua tunanidhamu ndani ya dini yetu Na inje ya dini yetu Kila uchao tunashuhudia vijana wadogo Na wasio na uoni mkubwa kielimu Waki wajibu Kwa fedheha Na kuwabuhudhi Na kuwafanyia shere maimamu Na wanazioni Wakubwa Wenye kuheshimika Na mbele za watu Yee Huu ndiyo mwenendo Wa mafunzu ya kislamu Wale otuachia mtume Sallallahu alaihi wa sallam Kijana mdogo Hamesoma vitabu Vihuli vitatu Hakutoka hata mvi Walandevu za uislamu Lakini Anathubutu kuwajibu Wana zuoni Na kujadiliana nao Kwa menino makali Ya fedheha Na utovu wanithamu Hii visibu walifatufundisha mtume Sallallahu alaihi wa sallam Wala masahaba Wala wejawema Waliopita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ndugu wa islam Kama mnavajua Tumefardhishiwa Kutoa zakatul fitri Kwa kila mmoja wetu Na isha Allah Wengi wetu tume shatoa Mola mtukufu wa metuambia Katika kurani Katika sura Al-aala Kad afla haman tazaka Wadhakara Suma rabbihi Fasalla Hakika hamefuzu Wali yejitakasa Kwa kutoa zaka Na akajiepusha Na maovu Na akakumbuka jina Lamolawake Na akasali Zaka liyokusudiwa hapa Ni zakatul fitri Na sala iliyotajwa hapa Ni hii sala yaidi Tuleyokushaqsali Mudanfupitu Hapo nyuma Zaka hii Zakatul fitri Inatakiwa Iwe imetolewa Kablea kusaliwa Sala hii yaidi Kama alifatuwambia Bwana mtume Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Katika hadithi yake Iliyosimuliwa Na sahaba Ibn Abbas Radiyallahu anuhuma Na akaipokeha Imam Dawudi Rahimahullah Aliposema Zakatul fitri Tuhratun Lisai Watumatun Lilmasakin Famanadaha Kabla Salati Fahiyya Zakatum Makbula Wamanadaha Baada Salati Fahiyya Sadaqatum Maskini Mwenye Mwenye Kuitekeleza Kwa kuitua Kabla Ya sala Yaidi Kusaliwa Basihio Nizaka Enye Kukubaliwa Na mwenye Kuitekeleza Kwa kuitua Bahada Ya sala Yaidi Kusaliwa Basihio Itakua Nisadaka Miongoni Mwasadakat Zakatul fitri Na faida Nyingi Katika Kumsaidia Mdja Kukubaliwa Funga yake Na pia Ni kisaidizi Muhimu Kufanya Jamii Yetu Yekislam Yue Furahani Na Hasa Katika Sikikuu Yetu Hii Mola Wetu Mtukufu Tujali Yetu Enanuru Na Muangaza Mwema Kwa Wenzetu Katika Utowaji Mola Wetu Mtukufu Tuwafikishe Kudumu Katika Ibada Za Fardhi Na Zasuna Mola Wetu Mtukufu Tundoshe Majanga Mbala Na Kila Lilokuwa Zito Nchinikuetu Mola Wetu Mtukufu Tuwandoshia Uzito Wakufanya Ibada Katika Maisha Yetu Mola Wetu Mtukufu Wafaulishe Vijana Wetu Waliofanya Mtihani Wakidato Chasita Na Wengine Mola Wetu Mtukufu Watakabalie Wanawake Saumu Zao Uwastiri Katika Andawa Zao Na Walokuwa Wajawolewa Waolewe Na Waume Wanyekeri Wallahu Tabaraka Wa Taala Yakul Wabikawli Yahtadi Muhtadun Wa Iza Kuri Al-Quran Fa Asta Muhu Lahu Wa An-Situ La Al-Lakum Turhamun Fa Iza Kara At Al-Quran Fa Asta Iza Bila Allah Min Al-Shi Tan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kada Afla Haman Tazaka Wazakar Asma Rabbihi Fasalla Bara Allah Li Wala Kum Bil Al-Quran Al-Azim Wa Nafa'ni Wa Iya'kum Bil Al-Ayat Wa Al-Dhikri Al-Hakim Aقول Kowli Haza Astaghfirullah Al-Azim Ali Wala Kum Wala Sair Al-Muslim 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 ووفاهم وجور عمالهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحصر وجعل لهم يوم عيد سعيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وضاعف فيه مواهب الإنعام على العالمين أحمده وأشكره جمل العيد بالسرور وأوجب فطره وحرم فيه الصيام وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله واستعى موائد الرضوان على من شرح صدره للإسلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا رسول الله سيد الأنام ومصباح الظلام اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته دوغو وإسلام نيواجبوا kila mmoja wetu ayachunguze maisha yake na angalie nini anajifanyia na rasli manigane anajiwekea mbele ya mola wetu mtukufu kwa ajili ya keshu mwenye zimgu wa metuambia katika qur'ani katika surat الحashri ayakumna nane inayosema ya ayuhalathina amanu takullaha والtandhur nafsu ma kaddamat ligad wa takullaha inna allaha khabirumbi ma ta'amaloon tafsiri ya ayahiyo ni kuamba enyimliwamini mcheni mwenye zimgu na kila mtu waangalie yale anayotanguliza kwa ajili ya keshu wa khera na mcheni mwenye zimgu hakika mwenye zimgu anazo khabari za yote mnaoyatenda msisahau maneno wa mtume sallallahu alihi wasallam aliyo sema mansama ramadhan thumma atbaa usita mmen shawwal kana kasiyami dhari tafsiri ya hadithihi ni kuamba mtu alofunga sawumu ya ramadhani kisha akafuatanisha na kufunga siku sito za mfungu omosi basi nisawa kama kafunga mwaka wote mzima vile vile tusiache ada ya kusali salatu tasbihi kama walivetuekea wanavioni wetu wema katika mwezi huu wa mfungu omosi hapa mskitini kwetu hua tuna ada ya kusali salahi kuanzia kesho maratu baada ya kusali salahisha kwa hiyo tujihimuni kusali salahi ili tupatefadhila na barka za sawumu ya sita na salatu tasbihi kwa jaha yamtumih muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna allaha malayketahu yusallun ala nabi ya ayyuhaladzina manu salu alayhi wa sallimu taslimah ya ayyuhal mushtaquun ila roya jemalihi sallu alayhi wa sallimu taslimah allahumma sallimu wa sallimu wa sallimu wa sallimu wa sallimu taslimah allahumma sallim wa sallimu wa silslima ala seyyidina Muhammad wa ala ala seyyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخليفة من بعد المختار وأكمل المهاجرين والأنصار ثاني أثنين إذ هما في الغار خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق الثابت في الضيق ذو الأصل العريق خليفة رسولك سيدنا بي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب وأعدل الأصعاب وزبدة الأحباب الناطق بالحق والصواب من له الفضائل من كل باب الذي رأيه موافق للكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى ذي النورين الذي هاجر الهجرتين الشهيد المشهود باليقين المعتز عن الفتن في الدين المعتز عن الفتن في الدين محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى الزاهد الولي صاحب العدد القوي حامل اللواء المحمدي أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب أنيس النبي في النوائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى أميه الحمزة والعباس وعلى الصبطين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى جدتهما خديجة الكبراء وارض اللهم عن الستة الباقين الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة طلحة الفياض الخير والحواري زبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليه مجمعين وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حينا على الإسلام والسنة وامتنا على الإيمان والتوبة اللهم فضينا الإسلام والمسلمين اللهم اصلح والنا واشفي أمراضنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا واختم بالصالحات أمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راضي عنا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اتمم لنا نورا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستخيذ ومن عذابك نستجير لا تكننا إلى أنفسنا طرف طعين أصلح لنا شأننا كله بما أصلحت به الصالحين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين ودمر عداءك عداء الدين ربنا اخفر لنا والإخوان للذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم افتعلنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء والمرسلين إنك غفور الرحيم اللهم انفعنا بمحبتهم وأمددنا بمددهم وأسعدنا بسعدهم وأحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم نق قلوبنا من الحقد والحسد والطمع والبغضاء والمعاداء اللهم احسن ختامنا وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم افتح لنا بارقة من بوارق غوام ظلوام علمك المخزون اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخلفا لما تشاء وما نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء لو جهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فالطبنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اللهم في للممين والممنات والمسلمين والمسلمات اللحياء منهم والأموات والذين تجري من تحت ملنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وكل عام وأنت بخير عيد مبارك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم الصلح لنا دينا للذي هو عصمة أمرنا والصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجل الحياة زيادة لنا في كل خير وجل موت راحة لنا من كل شار اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء فاغفر لنا كل شيء ولا تسعلنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء إنك قادر على كل شيء اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من آطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل علو العطاء والمن اللهم كما سنت عن السجود إلا لك فسننا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بفضلك عن من سواك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل عمالنا أنتا راضي عنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيام رمضان ألا ما كان فيه من تصاهلنا وتقصيرنا وضعفنا وإلا بفضلك وتفضل علينا اللهم طبنا فيما جرت به المقادير وهونا علينا كل عسير يا رب يا يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير وخبير اللهم لا نسألك الرد القضاء بل نسألك اللطف فيه يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا والإخوان للذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلي سبحانا ربك رب العزة وعلى سفور سبحانا رب العزة وعلى آله وصحبه وسلم بفضلي سبحانا رب العزة 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 سبحانا رب العزة جدا اشتركوا في القناة